قال موقع اكسيوس أن وصول السفن التجارية إلى ميناء إيلات توقف بشكل شبه كامل بسبب هجمات ميليشيات الحوثي وأضاف أن إدارة رئيس الأمريكي جو بايدن بعثت رسائل لميليشيات الحوثي في اليمن تطالبهم بوقف هجماتهم على السفن في البحر في حين طلب المبعوث الأمريكي لليمن من دبلوماسيين خالجيين نقل رسائل تحذير إلى تلك الميليشيات وبحسب الموقع فأنه من المتوقع أن تعلن واشنطن اليوم عن قوة متعددة الجنسيات في البحر الأحمر لردعها إلى ذلك قال موقع اكسيوس أن مجلس الحرب الإسرائيلي قرر عدم شن عمل عسكري ضد ميليشيات الحوثي حاليا وضف أن إسرائيل قررت التركيز على الحرب في غزة وتجنب توسيع نطاق السرع وفي سياق دع الرئيس الإسرائيلي سحاق هيرزاك المجتمع الدولي إلى التحرك بقوة وتوحيد الجهود للتصدي لتهديد ميليشي الحوثي المدعومة من إيران على الاقتصاد والتجار العالميين أتابع الوضع الصعب بعد إغلاق الممر البحري في باب المندب الذي يقع قبال تسوحي اليمن وأفريقيا وبشكل أساسي من قبل منظمة إرهابية وهم الحوثيون في اليمن ذرعوا إيران هذا مستحيل وغير مقبول على المجتمع الدولي أن يوقف تلك الاستفزازات والاحتداءات وأن يواجه إيران بالشأن ذلك ويوضح أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تدهور كبير جدا أدعو إلى تحرك المجتمع الدولي بقوة وتوحيد الجهود للتصدي لهذا التهديد الخطير الذي تمثله الجماعة المدعومة من إيران على الاقتصاد والتجارة العالميين